بعد كم سنة كابتن مصر؟ بعد سنين احنا اول دفعة سنة 40 يا خبارة بياد اتعين في سنة 2018 اجابة كبيرة جدا 40 سنة 40 ستين 30 يعني حوالي 70 سنة 70 سنة بعد 70 سنة اتعين اول وزير في المجال الرياضي متخصص في الجزئية دي بازال وعشان كده الدينية تغيرت يعني مثلا لما تكلم عن مشروعات القومية اللي احنا عملنا دي نتائج سريعة جدا انه بيطبق العلم ايه المشروعات القومية عشان بس الناس بي عندها خلفية المشروعات القومية عبارة عن انك انت بتعمل اعداد للعبين بناء على اختبارات انتقاء على حسب نواية اللعبة واحتياجاتها بقى على اجهزة ولا بدون اجهزة باجهزة طبعا باجهزة اه اجهزة حديثة مال ايه اه يعني بتعمل انتقاء اه والانتقاء عملناه طبعا بالبطاريات اختبارات بشكل علمي نعم مع كشفه طبي مع الوقتي كبان فيه مفاوضات بتتم مع وزارة الدفاع على الجينوم واستخدامه عشان يحصل التحليل وتعرف مدى الكدرات ومدى كدراته على التعرض بالمرض الجينوم اللي هي زي الجينات اه ايه واسمه جينوم اه هي طبعا تكلفة عالية شوية وعلى دوقة بتوظف على دوقة بقى كمان بتشتغل اه بتشتغل من بدري انك هتصرب نعم بتصرب بقى تغذية ومدربين بتنامي بقى بيزة يا احوز بقى تدخل في المراحل اللي هي العالم شغال بيها يعني احنا فين دلوقتي من الرياضة العالمية دكتور شوف يا حضرتك احنا المراكز اللي اتعملت في 27 محافظة ل13 لعبة خد بالسيادتك بقى لها الوقتي 8 سنين 8 سنين في عندنا اولاد من الصفوة من اللي هم البطل اللومبي ابتدوا يكسبهم بطرة عالم ودي البداية ده بداية سريعة يعني اتا في خلال 5 سنين معروف ان اللاعب اللومبي او اللاعب الدولي لما تيجي تبنيه من 8 8 ل 12 سنة اقلنا مبايج ست مداليات اللي عملناهم في اللومبياد اللي فات توكيو نعم كان منهم ولاد منهم من اللي انتوا اخترتوهم اللهم بتوقع الكاراتير واهلتوهم وفي الوقتي اولاد طلعين في المصرع وفي رفع الاسقال في محمود حسن ده في الاسقال نعم ده 19 سنة ما شاء الله اخت برونز بطرة العالم ما شاء الله ده ينافس قلوم بالجمز على طول زي فكري في المصرع ام 19 سنة وتطلب تحافظ الاسامي كمان اه ما طبعا ده بقى نتاج اللي انتوا عملتوه اه يعني احنا النهاردة كنا قاعدين معهم قبل ماجل السيادتك اه كنا قاعدين مع المجموعات دي كلها احنا وكان في الملاكمة في مجموعة كبيرة طالعا في الملاكمة والملاكمة والمصرع والجودو كان موجودين الاجتماع باللعاب الفردية ايوة طبعا اساس لان هي اللي بتجمع هي اللي بيجي بالضبط وبعدين عندنا الوقت عاملين كمان موهبة حركية اللي هي السن الزغير من ست سنوات قال السن الزغير يستوع بال.. نا حقول الله حضرتك احنا بنعلمه المهارات الأساسية ها قبل ما نوجهه للعبة المناسبة ليه ليه ها بنختاره من ناحية الصحية بنختاره من ناحية عناصر البدنية بنحلل أولياء الأمور بنعرف مخيصهم وارتجاهاتهم وحالتهم الصحية وبنعنى عليه بيتم الإختيار طب الولد الصغير دي انت حارج بتقول عليه يعني اللي أنا عارفه ان الولد الصغير ست سنين التكوين الجثماني بتاعه لم يكتمل انتو بقى بتاخدوا ايه من الجينات بتاعته ولا ازاي بتوظفوته وده هيطلع على عيب الكورة وده هيطلع العالم كله كان شغال كده من بداية نحن بتشتغل على مهارات أساسية مهارات أساسية بتشوفه ميوله ايه نجري الحركة الدحراجة لان يبان بقى فيها عمليات التوافق اه عمليات الابتزان عمليات السرعة يعني يبان من ست سنين دكتور نعم يبان يبان بس عارز كمان ناس مؤاهلة بالضبط اللي هي تأهله للصح احنا عندنا ميزة حصلت يعني ما كانتش موجودة ام انت عندك الوقت السبعة وعشرين كلية تربية رياضية ايوا في المحافظات المختلفة كل المحافظات واحنا المراكز عاملنا في المحافظات اه فبقى المتخصصين من الكليات هما اللي يقوموا بعمليات حلوة ولانت وصلتلي لشيء الوقت انه معظم الناس في المحافظات بتكلمنا بتقولك ان الولادنا هما شافوا محمد صلاح كناموزج قدامهم ربنا يكرموا ان شاء الله ويكمل كده على طول ان شاء الله بقى كل الناس عاوزة ابنها محمد صلاح قالك ما فيش اهتمام بينا فدلوقت انا شايف ان فيه اهتمام في المحافظات متحرق قلت الوقت الوقت الكليات انتو بتحرهم مصر ولادة يا دكتور طبعا مصر ولادة بس عاوزة اللي يروح للناس دي ويشوفها يشوفها ويشتغل معها ويشتغل معها علمي نعم مش يشتغل معها كده يعني خبرات فقط يربط الخبرات بالعلم طيب الدكتورة كانت رسالتها ايه دكتور اه ادارة وتنظيم الرياضة في جمهورية مصر العربية وصلت بنسبة ايه نسبة نجاح فترات اللي فاتي دي والله هو التشكيلات انك طبعا ده كان عشان توصل للتنظيم ازاي ودار ازاي ودار اه اه هي تقريبا اللي اتعمل هو اللي كان موضوع رسالة بس على مدار سنوات نعم يعني الهيكلة مثلا ما كانش فيه زمان في الوزارة حاجة اسمها الرياضة للجميع الرياضة للصحة اين ان اقل اللي عاوز يمارس ده قطاع اه المسابقات والبطولات قطاع نعم الحافظ الرياضي قطاع الارتباط بالاتحادات الرياضية نعم قطاع قطاع البطولة طبعا ليه ادارة او قطاع كامل بقى فيه تخصصات بقى فيه تخصصات اه متمسية مع فيه عندك طب الرياضي ده اهم حاجة برضو فيه طب نفسي برضو قسم النفس الرياضي ده انا عاوز يقول فطول نعطي الكلام جانا الى دكتور واحنا لما كنا في منتخب مصر الـ 78 و كسبنا نانجيريا وتونس هنا فآ جابونا كان الدكتور اه عاوز نفتكر مين قالك عاوزه بيكو دكتور علم النافس التربوي عشان يقعد معاك معظم اللعيبة انا طبعا عشو كنت في دي تربية رضية عارف فمعه جميعياتك واحنا تجنننا عش تجبونا دكتور كان ده يعني صد للعلم بالضبط كده ما دلوقتي بقى أساسي بقى موجود في داقل الجهاز هو لازم نفرق بين علم النفس المرضي وعلم النفس الرياضي علم النفس الرياضي بيخليك سوبرمان انت مش مريض طبعا لكن انت بتتعرض لضغوط صعبة جدا جوا الملعب وبرى الملعب طبعا ازاي تطلع بقدراتك بدون تتغلب على الجماهير والعنف اللي موجود في الملعب وتبقى تقدر تقدي مهاراتك بنفس الدرجة من القوة ان دا طبعا كل الضغوط دي بتأثر على الانسان العادي طبعا التفكير وعلى الجزء عضلي وجزء نفسي وكل حاجة كل حاجة فدي هو بيديك بقى اللي هي القدرة ذاتية على تحمل الجو العام دا وإزهار قدراتك بشكل كامل يعني بتعمل السوبرمان طبعا بعض الناس برضو لما تفتكر كان الأول يقولك إيه لما تعين دكتور تربية رياضية في نادي أو في حاجة كده يقولك إحنا دول أكاديميين ما ينفعش إحنا عاوزين الناس تمارس رياضة وتعلم الرياضة انت في المقولة دي كنت بتقولك فيها يا دكتور تبقى تحك ماش كده طبعا لأن هم كانت عبت أعتبر زلة يعني ما تبقى أكاديمي تبقى بتفهمش تبقى تربية رياضية بتاع بدنية أيو ألعاب ألعاب والكلام دا طبعا كلام يعني بعيد دلوقتي طبعا يعني يعني مثلا أما داخدنا العمل العام في القطاع الأهلي يعني مثلا أستاذنا كابتن عبدالصالح أو الدكتور عبدالصالح نسك النادي الأهلي أنا مسكت الزمالك مثلا الدكتور كمال شلبي نسك الاتحاد السكندرية نعم مسعد أويس مثلا نسك نادي التوفقية اللجنة الأولمبية محمود محمد علي محمود أحمد علي مسك رئيس اللجنة الأولمبية إسماعيل حامد سكرتير عامل اللجنة الأولمبية مسك الاتحاد الملكمة ناقب رئيس الاتحاد الدولي سلمان حاجر نفس الكلام دكتور سلمان إبراهيم مسك الاتحاد المصرع يعني ابتدت القيمة العلمية تحترم في القلب الله طبعا دا يطور من الأداء الحركة طب العلاقة بين العلم الأكاديمي والرياضة انت شافوا العلاقة بينهم ازاي دكتور هي العلاقة متدخلة يعني هو تملي لنقول ايه زي ما انت حضرت سألت السؤالة الاول اللي هو الخبرة ولا العلم شوف الاول هي الخبرة يعني ناس بتمارس حاجة بيجي واحد ياخد الكلام ده ويشغله بشكل علمي يطلع منه كتاب يعني ينقل الخبرة لتنظير ينقله العلم ويبدأ العلم يتدرس امتى العلم يبقى متكامل امتى تقول عليه علم انك تقدر تقيسه العلم بيقاس اه طبعا بيقاس ازاي بيقاس بمقايسه حسب نوعيته يعني مثلا لو كان مثلا سي هندسة بالمشآت وبقدرة للثمود ضد الاتجاهات الطبيعية وكيفية البنى والكلام ده كله وبتيجي تقيس بقى انه هو دايم ولا مش دايم نعم هذه اللي يتحمل الضغطات الحياة ولا لا لما تيجي الطب بتدي بيعرف مثلا علم الادوية بيعرف الدواء هل الدواء ده هيصح ده المرة ده ولا لا فبتدي تقيس يعني تعرف بدان عرفت ازاي تقيس العلم اللي انت بتقوله يبقى دا علم هي تقاس من الجزئية الضغط طيب احنا الكلام معاك يا دكتور بتجرنا من موضوع لموضوع الموضوع وانا انا قاعد انا مستمتع وانا عارف لسادي المشاهدين ان الحلقة دي حلقة علمية وحلقة المفوض كل رياضين على مستوى مصر كل الالعاب تستفاد من الكلام بتاع الاستاذ الدكتور كمال درويش احنا معانا طبعا تقرير للدكتور حسين السمري واستاذ الادارة الرياضية والمدير التنفيذ السابق لناسي زمالك احنا عاملينها بقى هي معلش الحلقة دي حلقة بقى بنتكلم فيها عن العلم الرياضي وازاي نرتخب الرياضة وازاي نوصل في الرياضة وننافس بها عالميا الفترة